اشتركوا في القناة ينصح الأطباء بمزجه مع القرفة للحصول على أفضل النتيج لحل المشاكل الصحية والجمالية والفيسيولوجية علما أن القرفة هي عبارة عن نبتات يتم الحصول عليها من أجر معامرة دائمة الخضرة تزرع في المناطق الاستوائية وتمتز بتركيبة طبيعية مذهلة لا تقل أهمية عن الزنجبيل وفي هذا الفيديو سوف نتحدث عن أهم فوض الزنجبيل والقرفة إن شاء الله الفوض العظيم لتناول مشروب الزنجبيل بالقرفة أولا يقل مشروب الزنجبيل مع القرفة من مشاكل الجهاز الهضمية إذ يعمل على التخلص من حالات الامساك ويسهل من عملية الهضم يوالج أمراض العظام كالروماتيزم والتهب المخوصل إذ يؤدي لإسمراره في تناوله إلى تخفيف الألم الناتج عن هذه الأمراض ثالثا يقل من ألمية الدورة الشهرية وتشنجات الرحم كذلك ألم النفاس كونه يسرع من تدفق الدم عبر الأوعية الدموية مما يودي لخرج الدم الفاسد خارج الجسم رابعا يعتبر معقما جيدا للجسم خامسا يوسعد على التخلص من السمنة وذلك من خلال حرقة دون المتراكمة في الجسم لأن الزنجبل والقرفة يحتوين على مركبات تتميز بطعامها اللاذع والتي بدورها تزيد الشعور بالشبع وللحصل على أفضل نتيج في هذا الشأن يوصب تناول كوب من هذا المشروب بعد كل وجبة سادسا يقل الثمن الالتهابات ويحمل أسنان من التسوس كما يقضي على الراحة الكريه للفم عن طريقة مضمضة بالخليطة عند الاستيقاظ من النوم صباحا سابعا يقوي الجهاز المنعية ويزيد معدل قدرته على محاربة الجراثيم والأمراض ثامنا يكافح مرض السرطان إذ يساهم شرب الزنجبل والقرفة بصورة مستمرة في منع الخلايا السرطانية الخبيثة من التكاثر تاسعا يعد من المشروبات المنسبة في فصل الشتاء حيث يمنح الجسم دفعا كبيرا ويعالج نزلات البرد كالرشح والإنفلونزة كما أنه طرد جيد للبلغم عاشرا ينشط الدورة الدموية ويعالج التعب ثانيا تحضر مشروب الزنجبل والقرفة أولا يغسل الزنجبل جيدا ويقطع لمكاعبات صغيرة ثم توضع في قدر معودة قرفة ثم يضاف إليها كوبين من الماء ويضع القدر على النار ويغطى ويترك حتى يغلي جيدا ثانيا يرفع القدر عن النار ويترك حتى يبرد مع بقائه محكم الإغلاق وبعدها يصف المشروب ويضاف السكر إليه حسب الرغبة ملاحظة عند تناول هذا المزيج توصل المرأة الحامل بتجنب تناول هذا المزيج لأنه يعمل على زيادة الانقبضات الرحمية المؤدية للولادة المبكرة أو الإجهاض أتمنى من الله عز وجل أن تكونوا استفدتم من هذه المعلومات فضلا لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل رمز الجرس ليصلكم كل معلومة جديدة ومفيدة بإذن الله تعالى اشتركوا في القناة